تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ورفع معاليه في البرقية إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة معبران عن خالص الفخر والاعتزاز بمسيرة الخير والتقدم والنماء التي يقودها جلالة الملك المفدى بكل حكمة واقتدار في بلدنا العزيز تحقيقا لأمان وتطلعات شعب البحرين الوفي داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وهو ينعم بمفور الصحة والعافية والسعادة وعلى مملكة البحرين والشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة من سماحة السيد عبدالله الغريفي أعرب فيها عن خالص التهنئة لجلالته بحلول العام الهجري الجديد متمني للوطن كل الخير والأمن والهناء ولجلالة الملك المفدى دوام الصحة والعافية وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقيتين شكر جوابيتين إلى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وسماحة السيد عبدالله الغريفي أعرب حفظه الله ورعاه فيهما عن شكره وتقديره على تهانيهما وتمنياتهما الطيبة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة سئلا المولى جل جلاله أن يعيد هذه الذكرى العطيرة على الجميع بالصحة والعافية وعلى المملكة وشعبها الوفي باليمن والبركات والمسرات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمنعة وأن يجعله عام أمن وسلام ورخاء واستقرار على العالم أجمع ويعجل برفع الجائحة عن وطننا والعالم أجمع